السلام عليكم حلوة الله وسهلة بالجميع سيدلي صباحكم صباح خير وتوفيق من رب العالمين شخباركم إن شاء الله طيبين ومستصحين الله يدي معلو عليكم الصحة والعافية يا رب اللهم صلي على محمد قصتي اليوم الفقير فقير قصتي اليوم من كتاب سوالي في المجالس الجزء الرابع راوي القصة سلامان بن عبدالله البطي يقول كان ضمن جماعة مسجدنا رجال وكان هذا الرجال محبوب من الكبير والصغير بالمسجد لأنه يتمتع بالزهد وملازم دائما المسجد ودائما يسألونه هالصغير والكبير إلا أنه يعيش ببيت أجار وكان يوجد من جماعة المسجد واحد من المسؤولين بوحدة من الدوائر الحكومية ومن مسؤولياته توزيع الأراضي السكنية القريبة من المسجد هذا قبل تجي البلديات ومخططات الأراضي وتوزيعها من الإمارة بواحدة من الأيام حمس هالرجال هالمسؤول هذا بإذن خوينه هالفقير وقال له أنا استقطعت لك قطعة أرض تكون سكن لك وعيالك وتغنيك عن الأجار اشكره هالرجال ودعاله بالخير وراح الرجال اللي هو الفقير يفكر شوني بعمره أمنين بيجيب فلوس عمارة رغم أن العمارة بوقته كان ببلاش يعني ما تأخذ فلوس لأن عمارته بطين والأخشاب يعني ما هي بتشغل تفكير أحد إلا إنها شغلت تفكير هالرجال بصلاته وبنومه ومرت هياب ومرت ليالي وهو ما يتهنى حول بنومه وبوحده من الليالي وبعد صلاة العشاء انطلق هالرجال لبيت أخوه وطق عليها الباب اللي يما طلع أخوه له وسلم عليه ورد عليه أخوه السلام قال هالرجال هالفقير هذا لأخوه أبيك تروح معي هالحين هالحين لما الرجال أفلاني قال له أخو هالحين قالي هالحين قال بها الساعة من هالليل أنا سني مين قال أبيك تروح معي هالحين نايم مهب نايم أنا لي كم ليلة ماذيك طعم النوم من يوم عطان هالأرض أفكر به وعمارته وتخطيطه ومنازله وشلون سيدا وشلون سيدا ضحكوا أخوه وقال له لحظة خلنا نلبس ثوابي ونروح مشى والإخوان إلى الرجال أفلاني اللي هو المسؤول طقوا عليها الباب وطلع لهم سلم عليه ورد عليها السلام بادروا هالرجال صاحب الأرض وقال والله يا أبو فلان قال والله يا أبو فلان من يوم عطيت أنا الأرض وأنا ماذيك طعم النوم أفكر بالأرض وأفكر بعماره وتخطيط غرفه ومنازله وشلون أبأمن عمارته ومن وين أبجيبه فلوس أبيك الله يجزاك خير تأخذ هالأرض وتريحا منه واعتقنا الله يعتقك من نار جهنم قال المسؤول اتركه لأرضك الين تيسر لك ثمنه وأعمره هي مسجلة باسمك أعمره أو أبعاه ولا ولا تشغل بالك وهي ما تبي منك لا طعام ولا شرب قال له هالرجال أقول لك أخذه وخالص صانمنا أترك أنا مرتاح قال له هالرجال خالص بعه علي هالحين بهالمكان قال الرجال بكم تقول قال له هالرجال عندي لك شماغ جديد ابعه علي به شماغ قال له هالرجال نصيبك اي والله بعته عليك قام المسؤول وجابه رقه وكتبه محظر البيع بشهادة أخوه الواقف بجنبه وبتوقيع من البائع ويوم ستلم أشماق استدار على جهة الزبل ورفع إيده يحمد الله أنه خلصوا من هالأرض وارتاح وقال للمسؤول لأخوه الحين أنام وانا مرتاح يلا مع السلام استودعتكم الله وراح البيت وما هي إلا سنوات قليلة حتى صارت الأرض بمئات الألاف كما أن أجار المنازل تضاعفت قيمتها ومن ضمنه بيتها الرجال مما اضطره بالرحيل من حاره الحار والبحث عن سكان أرخص فالفقير فقير يا حيلة الله وبكذا تنتهي قصة يتمنى إن شاء الله أن تأجبكم وتستفيدون منه استودعتكم الله وتمسون على خير ترجمة نانسي قنقر